حقق الجيش الوطني تقدما نوعيا يمكن وصفه بالاستراتيجي تمثل في السيطرة على منطقة كيلو عشرة ما يعني عمليا قطع طريق صنعاء الحديدة وبالتالي فإن سقوط كيلو 16 مسألة وقت نظرا لكونه حاليا تحت السيطرة النارية تكمن أهمية السيطرة على كيلو عشرة باعتباره الشريان الرئيس الرابط بين صنعاء والحديدة ويربط ميناء الحديدة بمختلف محافظات الجمهورية ما يعني أن الحركة التجارية من وإلى عمق المدينة والميناء صارت بيد الجيش الوطني نظرا لكون بقية الطرق الفرعية الأخرى غير مؤهلة لعبور الشاحنات التجارية الكبيرة فضلا عن وقوعها تحت الرقابة الجوية لطيران التحالف يمكن القول أيضا أن السيطرة على كيلو 16 سيخفف الضغط الميداني على مديريات جنوب الحديدة وسينعكس عضل وضع العسكري هناك المواجهات على أشدها لتمشيط المحيط الشرقي لمطار الحديدة والريف الشرقي للدريهمي التي لم تحسن معركتها بعد وفي المقابل ثمت معاناة يعيشها المدنيون في قرى الجريبة والمشاقنة وجميشا ومنطقة كيلو 18 فيما يتصل بالتبعات الإنسانية للمواجهات فإن المعلومات تفيد باستشهاد نحو 14 مدنيا ونفوق عشرات المواشي نتيجة الشضايا المتساقطة خلال القصف المتبادل والطرفان يتبادلان الاتهامات باستهداف المدنيين وبينهما تبقى الحاجة ملحة لتدخل الإنساني العاجل لإخلاء الجرحى المدنيين وتأمين ممرات أمنة للنازحين كون المنطقة في أغلبها مزارع زرعها الحوثيون سلفا بألاف الألغام التي تفتق يوميا بالأبرياء في دروب العبور إلى مناطق النزور ترجمة نانسي قنقر